بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. المصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه السلم تسلما كسرة. زيكا حبيبي عاملين ايه? امو بايا حبيبي كده استعدوا. عشان العيد كده كل سنة وانتو طيبين. يبدأوا باقي يغسلوا اللي تقدر تغسل سجادة. لتقدر تنزل تعمل الحمام. لتقدر تغسل سروميك كده يطلع دي بقى الواحدة تقدر اي حاجة تقدر عليها تعملها. عشان عشرة يام الاخرى بقى نسيبهم ايه للعبادات بقى يبتقدس للعبادات ان شاء الله. يبدأوا حبيبي كده سغسل سجادة. انا جبت بقى السجادة دي بقى طبعا. انا المشكلة في السجادة دي ان انا كنت ركنها فوق. ولاقيت ايه? معلش يعني اسفع التعبير. آآ معاش شفاء فار. وابلاده بقى هو شغالين بقى ست اطفال بقى وحاجات وحشة كده. استغفروا الله يعني. عايزة اعرف لها حل. هل حل واكل منها من نص كده حتة مدورة كده ورا لك انا صورتها. يقول اللي عنده حل ليها. آآ يشوفها يقول ليه هو ايه لان مخرومة كده حلوة يا سجادة نظيفة جديدة على فكرة. بس كنت ركنها عينها يعني. آآ طبعا هي نظيفة. يعني انا بخسلها عشان انا ارفعنا من الموضوع ده. فاجيت كده وامتفردها اللي عندهش حمامة ضيق تعمل زي كده. تجيبها وتفردها وابلها من حتة حتة كده واخسلها. وبيجي عليها كده بقى رشتها وابلها مية وحط ربس وكلور او صبون سيل. انا بعمل بصبون سيل. وشوية دوني برضو. بحيس ان يعملها رحة حلوة. انا غزلتها ليه بقى? عشان انا بصراحة بقى رفم الحاجات دي. عجرات دي. وفي نفس الوقت عشان الواعي على اكل واعي على حاجة. نمشي عليها. منتش ضمنة بقى. قلت بقى اخسلها كده. جيت بقى يا حبيب قلبي. آآ بدأت بقى اخسل حتة بحتة بقى. وكده ايه? هي مش وسخة الصراحة يعني. انا كنت غسلها. كنت غسلها في الصف وركنها بس من خوفي من ارفتي منها بقى والحاجات دي. قلت لها اخسلها. عشان ايه? عشان ايه? اي حاجة احنا نمشي عليها كده يعني. عشان احنا في الشتة انا كنت ركنها من الصيل. لان انا مش عايشة. ممكن تش عايشة هنا يعني. بسرح. انا كنت في مكان تاني في القاهرة. ووجينا عيدون رامدن بقى هنا بدونه. فجيت اهو شوف اخسلها وهي نضيفة بصراحة. وبتاقي بقى كده اللي عن الحمامة ديقة تعملها كده زي ما انا بعملها. حمامة واسع بقى فرديها. انا حمام صغير مش كبير يعني. فبفردها بالطول. وفردها كده بالطول. وقعدة اخسل فيها بقى. هو عند قطن هو كان جرر بقى بخدت وعمل بقى شغل تمام يعني كان ببادل للدنيا بصراحة. اللي عندها يعني حل الموضوع الحتة اللي اتقورت دي. تقول لي عليها عشان احلها يعني بصراحة. مش عارفة عامل فيها ايه. لان هي في صراحة سجادة جديدة وحلوة نضيفة ومش وحشة. ونجي بقى طبعا باج اخسلها. هي الخرمة اهو. اللي ورته لك اهو. شوفي الحتة دي. ودورة قد كده. قد القرصة كده. وهي طبعا السجادة التانية دي اللي وسخة بصراحة. لان كانت مفروضة في المطبخ. فدي بادل عليها ميا الاول. وحتة حتة بقى اشتغل حتة حتة. يعني مش غسلهم في يوم واحد بصراحة يا بناية انا غسلة كل يوم باغسل واحدة. مش اما دي تنشف احطي اقسل التانية. يعني شرنجورها في البلاكون. بعد يوم كده. يعني كل ما واحدة تنشف اقومنا غسلة التانية. كده هي شطارة. يعني الواحدة بدل ما تود تقولي مخسلة او بتاع امي يا بنت تشتغل قدلك مصلحة اليوم طويل. ونحل مشاكلنا ونحل ونعمل مصالحنا. عشان بقى العشر تيام الاخرى دي نسيبهم للعبادات لعشان انهم يموترية. يا رب يتقبل منا الصيام والقيام كده. واصلح حالنا يا رب واصلح حال المسلمين. واصلح حال الامة يا رب وزح عنها الغمة. ونصرنا ونصر اهالينا ونصر اولادنا وبرك فيهم وحفظهم بحفظه وجيت على ببطاطين برضو بدأت بطنية بطنية اخسل واحدة بوحدة. وما تنشف احط للتانية يعني اخسل واحدة تانية. عشان يعني ايه عندي يبقى عندك الاستبن احنا في الشيطة يعني. وبطلع علي كده عشان ما عنديش باني وبصراحة واحد ايه? اه ادعاكها برجلي كده. انا باخسل البطاطين بعد كل شي توية اخسل كل يوم بطنية. بس انا بصراحة يعني ما كنتش موجودة الشيطة ده هنا. قلت اعملها يعني ناكس البطنية البطنية. وهي حاجات ما بتاخدش ما بتاخدش منك وقت يعني. وبعد كده بعد ما بغسلها كده برقة ده في ماء وكلور برضو وصابون سيل وربص وكده ومعطر ضوني ده. اقوم ايه? امر اكناها كده بعد يسيب البتاع يعود ينزل على الدش بقى والمية وكده والاخرة صفيها المسحة الارضية طبعا وغسلها كويس.